الديمقراطيون في سدة الحكم في البيت الابيض مرة اخرى يمثلهم جو بايدن ملفات شرق اوسطية كثيرة امامهم وفي مقدمتها الملف السوري ماذا سيغيرون وفي اي اتجاه سيسيرون تساؤلات وتكهنات عن الحقبة الجديدة هل سيصحح بايدن هفوات واخطاء ترامب ويرسم خطوطا واضحة للدور الامريكي بشأن هذا الملف ام انه سيعود الى مربع اوباما الاول حيث تركت سياسته نظام الاسد خارج المصيدة مفلتا من عقاب توعد به الجمهوريون ولكن لم ينفذوه صحيفة واشنطن بوست اوضحت ان جو بايدن يتحمل مسئولية اصلاح نهج اوباما وقالت ان تصريحات بايدن حول سوريا نادرة الا انه اعلن مرة انه سيبقي على القوة الامريكية في سوريا وسيواصل تصعيد الضغط على الاسد لتأمين الحماية والعدالة للشعب السوري كما ان نائبة بايدن كامال هاريس من اشد المنتقدين للرئيس السوري بشار الاسد ففي السادس من نيسان عام 2017 اصدرت بيانا للمطالبة بعمل عسكري امريكي في سوريا بعد هجوم النظام بالاسلحة الكيموية على مدينة خانشيخون وقالت هاريس حينها ان الهجوم يعزز الحقيقة الواضحة بان الاسد ليس فقط ديكتاتورا لا يرحم بل مجرم حرب لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهله موقف ادارة بايدن المقبلة من دور الروسي يشكل عاملا حاسما في حسابات الملف السوري حيث يرى خبراء ان موسكو ستحتل موقع العدو الاول بدل الصين في نهج مغاير لما اتبعه ترامب يرجح مراقبون ان تتلخص سياسة الادارة الامريكية القادمة في الملف السوري بعدة نقاط اهمها تجنب التطبيع مع بشار الاسد وتجديد التزام امريكا في القضايا الانسانية وتسهيل عمل المنظمات وتشكيل تسوية تمنح السوريين فرصة المشاركة في القرار السياسي وربط اعادة الاعمار بحل سياسي ينهي قضية اللاجئين اضافة الى استمرار العقوبات على نظام الاسد وداعميه ويبقى لموقف بايدن من الملف الايراني دور مهم في تحديد مسار الازمة السورية باعتبار ايران فاعلا مهما في تعقيد وعرقلة جميع الحلول اشتركوا في القناة